اشتركوا في القناة موضوعات وقضايا اجتماعية حارقة ومحاور مهم جدا رح نتناولها سواء في مجال التدريس والتعليم والتربية أو حوادث الطرق أو حتى الصحة النفسية خلونا نبلش صدف الخامس من أكتوبر 21 اليوم العالمي للمعلم وبتم الاحتفاء سنويا بمشاركة عدد من الحكومات والمنظمات والقطاعات الخاصة والمعلمين أيضا والخبراء في مجال التعليم وبدون شك يوم مهم وهيك احنا رح نترح طبعا اهميته ولكن بشكل خاص بتوقع مهم نحكي في ظل هذا الواقع العنيف اللي عم بيمر على مجتمعنا مصطفى هل مازال دور المعلم فعليا يحمل تأثيره المعهود على الطلاب لزرع قيم التسامح وكل قيمة تكون بعيدة كل البعد عن العنف هذا اللي رح نحاول نعرفه مع المربية شيراز عبدالجوادي لاني ستضيفها في أولى فقرات الباب على الباب يعطيك العافية وكل عام وانت بخير وانت بقى الفخير يا رب نبدأي نحنا كلهاتنا الجيل اللي كبر على مقولة كنت أشوف المعلم أغير الطريق هذا كلنا سمعناها من أبائنا دلالة على الاحترام مش بالضرورة الخوف أكيد اليوم ولا منغير الطريق ولا أبائنا صح منغيرش الطريق بس المعلم المنيح بترك أثر عن طلابه لدرجة انه ممكن تصادف طلاب اللي انت علمتها قبل عشر سنين أو خمسة عشر سنة هني يتذكروك انت ممكن ما تكونش متذكر هني منيح بس هني يجوا لعندك ويقولولك انت فلان لانه ممكن الشكل شوي متغير بس انه يجوا لعندك وتتفاجأ انه بعد هن متذكرينك ومتذكرين شو انت علمتنه متذكرين حتى مواقف صارت معاهن معك فهذا الاشي كتير بعضت نوع من الهكي نوع من الواحد بيفتخر بنفسه انه عن جد والله متذكريني يعني انه انا تركت أثر وجحت انه انا اترك أثر بهدولة الطلاب بالإضافة لكمان شغلة كتير مهمة انه اليوم المعلم بطل زي أول بتعرف كل الأمور التغييرات اللي صارت التكنولوجيا والجيل شوي اختلف فاليوم الشطارة من المعلم بالذات انا بحكي المراحل الاعدادية والتنوية أكتر من الابتدائي انه يحس انه هو صاحبهن انه بقدر يحكو له ايش احنا بتأكيد رح نحكي على كل مرحلة اكيد اكيد عشان كمان المشاهدين يقارفون نحكي عن بداية رحلتك في هذا المسار كيف اخترت تكون معلمي يعني بالعادة الصبايا ممكن نعرف انه التوجه بيكون بكتير من الأحيان وما من عدم اسهل للمستقبل وظيفة يعني ممكن تكون ملأمة اكثر للظروف اللي جاي كيف كان خيارك انت المزبوط انا خلقت ببيت معلمين امي معلمي خالي نائب مدير معلم فانا خلقت ببيت انه مهنة التدريس هي زي ما تقول مهنة متوارثة من جيل الى جيل فانا بالبداية ما كنتش رايحة على انه انا اتعلم معلمي ولكن بالنهاية وجدت نفسي انه انا لازم اكون بهذا المحل لانه قلتلك انه انا رابي في بيئة اللي اللي حوالي معلمين تأثرت بشكل او باخر تأثرت طبعا طبعا فروحت على هذا الاتجاه وكملت بهذا الاتجاه لانه انا بقامن بشغل كتير مهمة انه كيف لما انت كده اشرح لك اياها لما بيكون في عندك مثلا مطرب صوته حلو عنده موهبة لازم هاي الموهبة تنميها تسقلها حتى هذا المطرب يصبح محترف انا بالنسبة لالتعليم هيك التعليم موهبة اذا فيش عندك هاي الموهبة مش راح تقدر تكمل يعني وكأنه فيه امور اللي الانسان عن جد بقدر يطورها طبعا ولكن فيه اشي هيك كمان بخلق مع الشخص لهيك بدلا نقول رسالي هي بنهاية المطاف وهي ليست فقط مهنة ومصدر طبعا طبعا هي رسالة وانا بدأ اقول لك شغلي واحدة كمان كتير مهمة اليوم انا بكبسي بجوجل بقدر اخد كل المواد اللي انا بديها صح ولا لا ولكن عشان يصير المعلم تصير المهنة المهنة يعني تاخد موضوع اللي هي البروفيسيا لازم المعلم يكون فيه عنده اسلوب وطريقة اللي يقدر يعلم الولاد اللي يضيف اشي على المادة اللي هو بدي يمرقها قلتلي كمان مرة كبسي بتاخد كل المادة فيش مشكلة فهي كتير مصادر للمعلومات في هذا اكيد اكيد بس المعلم هون مش بس مصدر معلومات المعلم هون كمان شخصية المعلم هون كمان طريق التعامل المعلم هون كمان بدي يشوف الولد قدامه هيك بطريقة جدا حلوة عشان يقدر يعطيلي لازم يعطيه فعشان هيك الفرق بين انه اكون معلم وانه اكون بروفيشنال بشغلتي عشان هيك بفرانسا لما بتقول انك انت بتشتغل معلم شو شغلتك باللغة الفرنسية بقولك بروفيسور بروفيسور يعني معلم طب يعني لما بنحكي عن هاي المهنة مهنة لا شك انها يعني اساسية واصيلة وبتمرر قيم مهمة للطلاب صح انا دايما بحسسي حتى لما يعني انا كموربي وكموربي لصاف كتير بعتي المجال انوادي عبروا عن نفسهن فاليوم كتير انا باجي مع افكار معينة لما بشوف الولاد انوا في عندهن فكر مختلف عني انا فبعمل زي حلقة نقاش تعته انتناقش ايش الصح ايش الغلط ايش لازم نعمل ايش مش لازم نعمل وهذا الاشي يعني انا كمان بقوله مش بس انه من البيئة اللي انا عشت فيها كمان من المدرسة اللي انا طلعت منا منها لأنه المدرسة وفي كل فخر بقول أنه أنا خرجت مدرسة المطران في الناصري اللي كمان اتعاملت معنا في هذا الأسلوب تعال تنتناقش تعال تنتناقش تعال تنتحاور تعال شوف ميناس أيش الصح أيش الغلط اقنعني ليش صح اقنعني ليش غلط خليني أنا أقنع بحكيك قبل ما أنفذ تعليماتك فاليوم أنا عم بنفذ كل القيم اللي أنا أخذتها من مدرستي ومن بيتي على طلابي رح نرجع نوقف عند موضوع القيم بس شيراس بهمني أسألك كيك قلتي أنا مربي ومربي يتصف ودي أسألك اليوم عن جدك لما افتتح مصطفى وقال زمان كنا نهرب على الشارع الثاني عصبيل الدعابة وانت كنت تهرب بس أقول عصبيل الدعابة في أشخاص اللي بقولوا اليوم بعصر نهاد المعلم بهرب على الطريق الثاني والهدف من هيك أسألك قديش عن جد بعده المعلم هيك عنده هاي الهالة تبعة المربي هو شريك في السيرورة التربوية وليس فقط التعليمية طبعا لأنه إحنا وزارة التربية والتعليم بالأول التربية وبعدين التعليم بس بعيدا عن المسمى بعيدا عن المسميات بس كتير مهم أنه المربي بالأساس يكون يعني أنا بحكي عن حالي كأنثة يعني بديش أحكي يعني بالذكورية لازم يتكون أم بالدرجة الأولى هي لازم يتكون أم له هدول الولاد يعني اليوم أنا لما باجي بحكي عن صفي بقولش صف كذا بقولي ولادي بصفنه بقولين ولادي ولادي اللي بالصف إن أولادي لأنه خلص هدولا صاروا مسميين على اسمي صاروا تابعين لإلي فأنا إذا ما هتميتش فيه إنو ما أعطت هندش كل هذا شو بقولوها الهيك الغطاء هذا الدافئ مناتوا أنا ليش أكون مربي بالأساس إذا أنا بقدرش أعطيهن كل يعني أيش بسموه المعناية الركشية يعني الحجار العاطفية الحجار العاطفية لهدول الولاد الحجار العاطفية اللي أنا لما الولد يجي عندي ويحكي بثقة ومش خايف ويحكي لي عن شغلي وأحسس أنه أنا عم بسمعه وأنا صاغي لإله وأنا بقدر أساعده ليش أكون مربي من الأساس ليش أكون معلم من الأساس طيب اختار مهدتاني معنا هل بتشوف أنه لا شك أنه مش كل المربيين ومش كل المعلمين عندهم نفس هاي الأدوات أكيد شو اللي بتحسي بعد اليوم ناقص عند عدد من المعلمين على الأقل اللي بتشوفيهم بمحيطك يعني شو السمات أو الأدوات اللي بتقولي لازم تكون متوفرة بشكل أساسي عندهم عشان ينجحوا يكونوا معلمين مؤثرين أول إشي اللي معلم لازم يكون متابع يعني بنفعش أنت يعني توقف يعني شغلي معين لازم تضلك تتابعها هاي شغلي كتير مهمة بأي مهنة إن كانت حتى يعني بالذات في التعليم لازم تكون كمان إنسان اللي عندك نوع من الاهتمام بالآخرين يعني مش أنا أروح على البيت خلص خلص دوامي خلص أنا هاي الأولاد اللي بالبيت يعني اللي روحت على البيت مش مسؤول عنها زي اللي ما بتقدري تنفصلي بتقدريش تنفصلي طبعا سعب كتير الانفصال فكتير معلمين عندهم ناقص هذا الإشي وأنا بحسوا بالمحيطين إن أنا خلص دوامي الساعة واحد ونص مش مستعدة أستقبل تليفون ولا من حدا مش مستعدة أرد ولا على أي أهل خلص شغلي بس إحنا مش أمو إحنا مش هذا النوع من الشغل مش هذا النوع من الشغل إحنا عم نشتغل مع بنا أدمين إحنا مش عم نشتغل مع آلات اللي خلص خلص وقت خلص ولا هي مناوبة وخلصت ساعاتها يعني الموضوع كتير عمار بالضبط يعني مراتي كتير لازم تحت يعني تكوني عن جد يعني قادري إنك تسمعي لأنه ممكن الولد يكون في عنده مشكلة بالبيت وبحاجة لإلك بهاي المحل مرات ممكن حكيها ما بين السطور مش بشكل مباشر بالضبط 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 خليني أسأل عفاف أولاً كنت عن جد تتعلموا حصة تربية أو تخصصوا وقت حصة تربية مرة بالأسبوع كانت على فترة برزا وكانت ينحك فيها بقضايا تربوية لا مرة بالأسبوع كمان أنا بفترة كان في قضايا تربوية إذا في مرات الجانب الوطني ممكن تطرح بشكل أو بآخر بس على ما أذكر يعني على الأقل بالابتدائي مرحلة الابتدائية كانت قائمة بشكل ثابت أنا موافقة لهك بمرحلة الابتدائية كان الحصة التربية في وزن مختلف لكن بس بلشت أنا على الأقل بتجربت أكبر صاروا يبدلوها بإطلعوا ألعبوا بالساحة روحوا أبكر إذا كانت هي الحصة السادسة أو السابعة بجدول الدراسة السؤال اليوم بعد في حصة تربية وبعد فيه شو نقول للطلاب في هذه الحصة في ذات هذه الأعمار أكيد 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 كوني أنا كنت مركزة تربية اجتماعية سابقا وكوني اليوم مركزة للمربيين والمربيات بالمدرسة اللي أنا بشتغل فيها حصة التربية حصة جداً مهمة أول إشي حصة التربية هي بتخلق مساحة بين المربي وبين الطالب إنه يحكي إيش بده إحنا هنا مش في عنا حصة 45 دقيقة لازم أمرك فيها مادة ومنهاج هاي الحصة كتير فيها نوع من تبادل الأفكار فيها نوع من الحرية للولاد إنه يقدر يعمل إيش بده ويحكي إيش بده تاني شغلة اليوم إحنا في حصة التربية بعد ما فات برنامج مفتاح القلب إذا سمعتوا فيه اللي هو برنامج برنامج اللي فات من وزارة التربية والتعليم اللي هو برنامج للقيم إحنا كل شهر في عنا قيمة معينة من القيم التسامح والعطاء والتعاون والمشاركة إلى آخره كل شهر مفروض مرب الصف إنه يمرق فعاليات بقلب حصة التربية حسب القيمة طبعة الشهر بالإضافة لهذا الإشي إحنا في مدرستنا بشكل خاص يعني كمان مشروعين اللي أنا كمان يعني بالصدفة قاعدة كمان اليوم أنا عم بمشي فيهن هذول المشروعين التربية نحو التمييز هاي واحد إن أنا أكشف نقاط القوة اللي موجودة عند الولد بحسة التربية أعرف ميوله أعرف إيش هو بحب عشان أقدر أنا أوجهه لدورات ولأشياء اللي تقدر عن جد تفيده وطبعا في منها بالمدرسة لنزل تضحكي عن مشروع التمييز بخلصش المشروع طبعا بالمدرسة والمشروع التاني اللي كمان إحنا فوتنا فيه جديد اللي هو مشروع اللي هو بنات المستقبل يعني كمان بحسة التربية أنا أعرف الولد بانطموحه وين بدك توصل لوين أنت وين أنت ناوي تكون بعد عشر سنين بعد خمسة عشر سنة طبعا هذا الإشي طبعا مش لحاله بحسة التربية كمان في عنا إحنا اليوم بما يسمى منتورم اللي بيجو شخصيات دكاترا من دكاترا لمحامية لناس بتشتغل في البناء قبعات مختلفة آيوة بقبعات مختلفة اللي بيجو بعتوا لولاد عن مهنتهم عن مسيرة حياتهم قبل أسبوع كان عنا مع دكتور مع بروفسور رياض إغبارية بكر يوم الخميس عندنا مع دكتور زروبي فالولاد لما بيشوفوا هاي الناس وبيشوفوا كيف رحلة حياتهم وإحنا لما بحسة التربية من نميل هاي الفكر أنه كيف هو يفكر بمستقبله هاي هدف حسة التربية يعني شيراز بما أنه عم نحكي على حسة التربية تعالوا هيك نتناول موضوع العنف اللي إحنا مع الأسف موجود بعنويننا يوميا ضحايا إصابات وهيك بالفترة الأخيرة كمان في أطفال اللي عم تصاب بجرائم وبإطلاق رصاص حي وما إلى ذلك عنا أداة لا تقل أهمية ودايما كنا نعول على التربية وعلى المدارس وعلى تعامل المربي والمعلم أيضا خلال هدول الساعات ومنقول بيشوف المعلم أكتر ما بيشوف أهل ومرات شو عم نعمل بهذا الموضوع وعن جد قديش اليوم المعلم عم بقدر أنه يذوت هاي القيم تسامح بعيدة عن العنف محبة هاي اللغة اللي عن جد يمكن إحنا نفتقدها وبالبداية كمان لغات الحوار شوفي عشان أقولك شغلة إحنا عشان نقدر نشتغل صح بالمجتمع وإحنا منيجي نقول مدرسة إحنا في عنا زي نوع متلت المتلت بيقول مدرسة أهل وطلاب إذا في حلقة مفقودة بهاي المتلت سعب كتير أنه أنا كمعلم يعني زي لوحد بتحن مي صراحة أنا بحكيها بكل صراحة ولكن إحنا على قدر المستطاع منقدر أنه إحنا نزرع قيم إيجابية بالطلاب والحمد لله عم نقدر أنه إحنا نزرع هاي القيم الموجودة عند الطلاب ولكن للأسف الشديد وبحكيها بكل صراحة أنه الولد لما بطلع من بوابة المدرسة مش شرط يعني أنا بحكيش على مدرسة بشكل خاصة أنا بحكي بشكل عام لما بطلع من المدرسة لما بروح على الشارع لما الأهل بتابعوش ورا ولاد هن إيش عم بيساووا لما هن بيعرفوش ابن هن وين بروح وبيضل الساعة 12 بالليل أنا بحكي على الجيل الكبير هذا الغلط سعنا كمان شفنا مشاهد ومع أني بوافقك جدا عن النقطة أكيد اللي فيها الطلاب بحملوا معهن بشنتة المدرسة سكينة أدوات حد سلاح أبيض هاي أمور كمان شفناها اليوم سؤال فيه دور للمدرسة اليوم بتسخير رقابة واضحة فعالة أكيد أكيد بس أنا بقول لك أنا كمدرسة ابتدائية بحسش هاي المشخيلة بارزة لأنه إحنا ما فيش عندنا إحنا هاي صغار ولكن في الإعداديات اليوم في البلدية وبالمجالس المحلية في ناس اللي هي مسؤولة عن العنف وبتروح بتعطي محاضرات وبتعطي إرشاد لهدول الطلاب بس برجع وبقول لك المعلم لحاله والمدرسة لحالها بتكفيش قدمة زراع ممكن أنه البيئة الخارجية تأثر على الولاد بكل أسف أكتر من المدرسة دون شك يعني بشيراز بقيلنا يمكن دقيقة ونصفة للختام من حب أنك توجه رسالة أيضا للمربيين يعني أنت موجودة في هذا الحيز ويمكن دايما منقول الشخص اللي عم بمارس المهنة رؤيته مختلفة عن الشخص اللي عم بتطلع عليها من برة رسالة هيك في هذا اليوم اللي عن جد منرجعه منقول يمكن هدفه كمان تمكين المعلم دور المعلم في المؤسسة التربوية في المجتمع وهي العلاقة معقولية الأمور وأيضا معظم أنا بدأ أحكي أهمية هذا الدور بيّن لما كان عندنا أزمة الكورونا الكبيرة وهي بعدها موجودة بشكل أرد وهي بعدها موجودة ولكن لما كانت بذروتها بيّن أنه إحنا لنا دور كتير مهم يعني لما طلعت الأهالي على كل المنصات تقول بطل تقدر أنا بقدرش أعلم أنا بقدر هنا دور المعلم أجل ولكن أنا في إلي رسالة بدي أحكيها للمربين كلهن حبوا مهنتكم مهنتنا مش بس إنه إحنا نروح على المدرسة نعلم هسة التحصاص ونروح ونسكر التلفونات ومخصناش بالولاد طب تخيل إنه ابن أخوك اللي قاعد عندك بالصف تخيل ابنك اللي قاعد عندك بالصف فيه احتياجات بشكل تتأجر تخيل إنه أولادك قاعدين اللي قبالك تخيلهن فعشان هيك إنت لازم يكون في عندك هاي الشعور إنك إنت الاهتمام إنه هذول الأولاد بحاجة لقلك بشي محل وممكن فيه أهل اللي المعلم أنا بحكيش بس الطلاب فيه أهل كمان إنه المعلمي أو المربي طبعة الصف يمكن هي اللي تقدر تطلعهن من نقطة كتير صعبة اللي ممكن اللي حواليهن أو أهلهن أو إمياتهن أو ما يقدروش يطلعوهن منها فكتير الإشي يعني لازم المربين يكونوا محبين لمهنتهن بالأساس المعلم لازم يكون يحب مهنته بالأساس يكون فيه عنده موهبة إنه يفوت على الصف ويعلم يعني شوف قدش أنا بحاجة بشغف إنه أنا عن جد فايت أعلم إنه يطلع من الصف هالأدي مبسوط من نجاح هالأدي صغير لولد عنده بالصف يطلع كتير مبسوط حتى لو فات على مثلا صفوف صعبة أو ولاد مثلا كذا بس يحاول إنه هو يتعلم من الأخطاء تبعته ولا مرة يتنازل وأنا فيه دايماً مقولي بدلني أقولها أيها الماشي لا يوجد طريق الطريق الطريق أنت تصنعها بنفسك من خلال المشي عليها يعني أنت اللي بتصنع طريقك مش الطريق موجودة وإنت دا كتمشي فيها فإصنع طريقك أنت كمعلم حسيت حالك هنا مش صح شوف وين الصح وصلحه المربية شيراز عبدالجواج شكرا شكرا كل عام وأنت بخير كل كادر مدرسة القصة وإيضا أن يأمر المربين في مجتمعنا العربي جميعا كلن أزمع شكرا وأنت بألف خير وإلى قضية أخرى تتصدر العنوين الإخبارية والمستجدات اليومية أتحدث عن حوادث الطرق أو من قدر نقول العنف على الشوارع مصطفى الإحصائيات الأخيرة بتقول 274 شخص من بين 80 مواطن عربي لقوا مصرعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الحالي وهذه الأرقام مش كأنها جديدة أو صادمية نحن نسمع كل سنة عم بتكرر تقريبا نفس الأرقام إضافة إلى كل ما ذكرته عفاف وقعت حوادث أليمي وصعب آخرها كان الحادث اللي وقع الأسبوع الماضي على شارع رقم 89 قرب حرفيش مع حافلة ركاب اللي راح تحيتها خمس ضحايا من بينهم سائق الحافلة وأم وثلاثة من أبنائها وهذا ناهيكم عن حوادث الدراجات النارية اللي كلنا اليوم صارت تشكل لأنه هاجس 69 من راكبي دراجات النارية يلقيوا مصرعهم خلال العام الجاري أمير أندروس مرشد ومحاضر بالموضوع التفقيف المروري نورتنا أهلا وسهلا فيك أمير أهلا وسهلا فيك يا مبدئيا أفالية مش مبين من وين لازم ينبلش في هذا المحور كثير متشعب كبير ومنحكي أنه دائما قد لا يكون فيه جديد اللي ممكن يطرح هناك أولا كيف يتلخص المشهد العام فيما يتعلق بحوادث الطرق أولا بالفعل موضوع كبير مش راحين نعرف منين نبلش والموضوع مؤسف ومحزن جدا إذا بنا نلخص إحنا العام كيف كان أو إش كان زيادة في نسبة حوادث الطرق عند السن لأبله 2019 توقعت الحكومة والدولة بخططها بما أنه في كورونا تقل الحوادث من ناس كانت بإغلاقات يعني بس للأسف زادت الحوادث السبب مواصلات العامة قلت فصار السائق يطلع على سيارته ويسوء أكتر الملل عند الناس أصبح زي وسيلة النقل البطلت هي وسيلة نقل من مكان إلى آخر وبالذات الشباب الصغار من 16 و9 شهر حتى 24 صارت وسيلة ترفيهية وبالذات ذكرت الدراج الناري هاي أحد الأسباب اليوم من عم بيروح قطلة بالدراجات الناري هي الشباب الصغير من 16 و9 شهر بدي أفجئكوا شوي كمان بقدر أقول لك 15 مع أنه معين الشخصة و15 ونصف و16 فالمعطيات كل ما لا عم بطيات مؤشر سلبي للأسف كل ما لا مطلق أغثر هذا تلخيص بأساريات ومنقدر نقول الأمير في كتير من الأحيان عدم احترام القانون تجاوزات اللي بتصير على الشوارع وبعد شوية رح نحكي على الدراجات النارية بس بدي قبلش أسألك لأنه يمكن بعدك من الحوادث القليم اللي عم بتكون كنموذج اللي نتناقش فيه اللي صار قرب حرفيش شو اللي بخلي صائق يفقد السيطرة يعني إحنا مباشرة مصطفى دائما منقول يا تحت تأثير المخدرات أو الكحول ولكن في عوامل أخرى لا شك في عوامل صحيح صحيح إذا نأخذ إحنا جميع الحوادث بشكل عام ونتطرق لهذا الحادث في عنا ثلاث أسباب أو ثلاث عوامل العامل البشري البنى التحتية والمركبة نفسها إذا أخذ باختصار المركبة نفسها ممكن أن يكون خلل بالفرامل خلل بإطارات خلل بالمقود بس بالنهاية من المسؤول على المركبة؟ السائق أنا السائق أنا السائق مجبور مرة بالسنة أعمل فحص سنة واللي هو التست للسيارة للأسف فاسمع بسماع ديني العجال مش منها إذا روح أتسيت السيارة أقول له مشيلي إياها أو بروح أنا بحطي عجال العمل لعجال المستعملات لإني بدأ أبيع السيارة بس هاي العجال هي اللي بتحميك لأشخاص بداخل التست أو الفحص السيارة عشان يمرؤون السيارة مع الخلل اللي فيها أنا كعامل بطلت سر هاي أنا بطلت قضية بين حدثين صحيح قضية شائعة قضية شائعة إذا أنا السائق هو المسؤول عن المركبة أو الإطارات أفحص الإطارات مين فينا؟ هات نكون صريحين مين فينا بفحص بشكل يومي الإطارات بشكل يومي لا لما ببنشر أنا ببنشرت مرتين صرت أطلع عليهم رصبا عني صحيح اليوم أغلب السيارات الجديدة اللي بيشوف على لوحة الساعات قديشها نسبة الهواء بس اللي زينا نحن نفش معها سيارة جديدة العمال فمفضل يوميا تفحص ومرة بالأسبوع ومرة الأسبوعين تفحص في محطة الوقود دائما نحطين لغاد لفحص الإطارات ممكن نفحص مرة بالأسبوعين وأنا بطلب منكم ومن المشاهدين إفحص سيارة ترك راح تشوف إذا انت إليك أسبوعين أو أكثر مش فاحص لعجال الأربعة تشوف أن كل عجل بخت يختلف عن العجل الآخر بنسبة الهواء لأنه بسبب الحام بسبب وقوف السيارة لمدة طويلة بتغير التوازن البنى التحتية نلجي البنى التحتية ليه الحجة أنا بسميها بمجتمعنا العربي نسبة العرب زي ما تفضلتوا عنكم معطيات واضحة وصريحة نسبة العرب هي أعلى من نسبة اليهود مع أنه اليهود 8 بالمئة إحنا 20 بالمئة بس نسبة الحوادث هي 40 بالمئة 60 بالمئة إحنا تقريبا يعني ضعفين نسبتنا للأسف لما البنى التحتية إلنا وعند اليهود مش بس عند العرب الشوائر النفسة عرب ويهود إذا عنا شبطان تسمعش كمان عن حوادث بقلب البلد العربي يعني حوادث مميتي بتسمعش على مفارق يمكن أكثر حارة بالناصر أو حارة في حاجة إذا أنا ممكن يعني أصدق الإشي أنه بنى تحتية سبب هي سبب واحد ووحيد اللي هي دهس الطفل في ساحة البيت نعم هم بقول السبب هي البنى التحتية أنه بالقرى العربية للأسف ما في ميزانيات يعملون لنا ألعاب وملاعب ومرافق عامة ومنتزهات فعند يلعبوا بساحات البيت فلهذا نسبة القتل من الأطفال للأسف هي بالساحات والأسف عادة مين بيكون الصائق هو أب 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 قريب العائل شكراً صحيح فهذا نأخذ بريت البلد لأغلب الحواد زي ما تقولت مش بالبريت البلد بريت البلد هو الصائق العرب والصائق اليهودي بسؤوب هذا الشارع فهذا حجي لما أنا عندي منعطفات على سبيل المثال إذا أخذ الشارع التي تحدثت عنه إذا صار فيه شارع خمسة عامة حادثنا صار فيه ستمية وثلاثة وثلاثة حادث حتى الآن في العشر سنوات الأخيرة في العشر سنوات الأخيرة ستمية وثلاثة وثلاثين ثلاثة وعشرين قتلى وآخر السنة صار في عنا أربع قتلى وإستكمان أربع سرنا تماني إذا نأخذ هذا الشارع فيه منعطفات فإذا أنا أدى أسوق بالسياقة الصحيحة لما فيه منعطفات المفروض أبطئ سورتي لما الشارع عنده مسلاكين شارع باتجاهين فيه مسلاكين وفيش بالنص لهذا الحل حسب رأي أنا جدار فاصل إما مبني من حديد إما من بطون ممكن يمنع الحادث الجبهة الوجهة الوجهة اللي هو حصل هنا وقتل العيلة كاملة لما فيش هيك جدار أنا ببطئ سورتي وبأخذ أقصى اليمين هاي أحد الحلول اللي أنا أبطيكوا إياها فمن حضرات أنا ببطئ سورتي ما بستعمل الفرامل إنها بستعمل الغيرات عشان الفرامل ما تحمى فأنا دا سوق بالسياقة الصحيحة مش أسوق بالسياق العديل ما في بونات تحتية غير سليمة إذن البونات تحتية مؤشر إنك تكون حذر هي بترفع لك النسبة الحذر فهذه حجة حصب رأي نيجي لأسباب العامل البشر وهو السبب الرئيسي هو نحن لازم نشطلع حالنا نبلش بحالنا شو الحل نبلش بالتعب مثلا أنا بالطريق لهون سمعت كمان بالأخبار صار في حادث طرق في شارع ستة بالصوت في بكون عم طالب عندي من جديد المكر اللي هو بالمنهرات أو أنفاق شارع ستة حصب رأي ممكن كان يكون السبب هو التعب لأن السيارة زاحت عن مسلكها نفس الشي هنا زاحت عن مسلكها هذا ممكن أحد الأسباب يكون التعب أعطيكم مثال تعب نقض يعني فيه دائما بقول أنا كمان دولي إلى دور لما أنا بأجي عندي أخت دكتورة تقول لي أنا عملت 24 ساعة شغل بالمستشفى كيف داش تكون تعب؟ كيف داش تكون؟ كيف داش تروحي خيطة؟ بالسيارة لما أنا بسمح لأختي تروح بالسيارة بعد 24 ساعة عمل أنا أعطيتها سلاح تقتل حالة أو تقتل غيرها وحتى أمير بفترة معين كتير جرى الحديث عن موضوع سائقي الشاحنات اللي هني يعانوا من نفس المشكلة بشتغلوا بساعات صحيح ساعات الفجر كمان صحيح إذا منين به إحنا وأنا مش هم أبقى المقود هو السلاح المقود هو السلاح لا يقل خطورة عن السلاح العادي اللي هو ممكن يؤتل القتل بسبب له ضحايا ألم في المجتمع وبسبب لحبس السائق إذا كان مذنب فالتعب هذا أحد الأشياء حالة صحية ممكن بالحادث هذا سمعنا أنه جيل السائق هو 78 سنة فممكن حالة صحية جيل 78 سنة هو مش جيل صغير اللي يقدر يسوق بساعات طويلة قدرة على التركيز بتكون أقل بطبيعة الحالة؟ زمن رد الفعل أقل عدة شغلات أقل الكحول ممكن يكون سبب بسه ومش سبب رئيسي أظن بعدة حوادث تشتت الذهن إذا نأخذ حوادث بشكل عام تشتت الذهن إذا نأخذ الحوادث بشكل عام نروح على الهاتف النقال اللي نشغل بأغراض أخرى الهاتف النقال الهاتف النقال اللي هو مرض العصر يعني اليوم فيش حدا فينا مغضر يمشي بلقى هاتف نقال بتلاقي السائق بستعمل الهاتف النقال بشكل مبالغ فيه حتى لو بدوش يرد بصير جلده يراهي بحيص زي ما نقول بدو يطلع على الواتس أب على الفيسبوك على الإنستجرام في كتير شغلات اللي هي تلي هنا فاليوم أغلب الحوادث في ديش أقول أغلبها نسبة كبيرة هي بسبب الهاتف النقال إذا بسأل أنا المشاهدين وبسألكم ميم فينا بس بصراحة ساء بدون ما يستعمل الهاتف النقال ولا مرة نسبة أليلي جدا جدا قريب إلى النص بالمية حسب رأي أنا فيش حدا إلا ما استعمل الهاتف النقال خلال السياقة والهاتف النقال وأيضا سلاح وأنا عم بأقولكم وبسألكم كمان سؤال أو بأقولكم أنه أغلبكم أنتوا تستعملوا الهاتف النقال يا زيحة معكم السيارة يا ضرب تبرك بشكل فجائي وهم تفزوا براسكم أنتوا ظاهر صارت معكم طبعا أنا أحذركم عن جد الهاتف النقال بس هذا إشي سيء وإشي لازم الواحد يقتدي فيه طبعا شكرا جدا قلة الوعي قلة الوعي اللي هي عندي أنا كمان كأمير قبل ما أكون محاضر ما كان عندي الوعي الكافي أنا تعلمت تيوريا أو أنتوا تعلمت تيوريا ثلاث أربعة ساعات ورحنا أعملنا الامتحان النظري ثلاثين درس وثلاثين عشرين أنا ما أعرف شو يعني أنا أستعمل الهاتف النقال إذ دولا أن الهاتف النقال هو بجيبتي إسا ورني التلفون أنا محاضر ومعلم التثقيف مرور بردش فاقد الشيء لا أعطيه بسرش أقول لطلاب وأقول لجميع السائقين ما تستعملش تلفون أنا أستعمله بس أنا على القليل إسا قدامك بدأ أرد على الهاتف أنا السائق ماسك المقوة درد على الهاتف عمليين رني التلفون بمسك التلفون ثاني ثانيتين ثلاث ثواني طلعت من الشخص مرتي مجبور أرد بس عشان نسائق من فعش ما أرد فبحطه على جنب أربع ثواني أخذ لي بس عملية أطول التلفون أطلع أنا بديش أرد حطيته على جنب أداش خطيرات هذا بالأربع ثواني بسرعة تسعين كيلو متر بالساعة بتمشي السيارة ميت متر تخيلش أنا بحكي أنا بسرعة التسعين بأربع ثواني مشيت ميت متر السيارة فالميت متر هدول أنا فاقد السيطرة كليا هات نفرض إنه الميت متر هدولا ضرب بريك واحد قدامي نط قدامي طفل مشي حدا قدامي أي إشي صار أنا أحش دقائي صار معه بالضبط هذا المشهد طال التلفون اطلع منه وحطه عشان نبعمل حادث ثلاثي يعني سيارتين قباله دفش الأولى ودفش السلسل اللي منسميها وكل فترة ما بعد كان يقول يعني كل هاللحظة لو إني ركزت كان عند شعور بالندم الكبير يعني فعليه صحي إله هزا أمير إحنا منتساءل سوري مصطفى على المقاطع عن جد نتساءل موضوع المخالفات يعني من في نماط عصبا لما أخذ مخالفة سير وشرطة المرور ما شاء الله موجودين يعني أكتر مش عم بيهتموا بالجرائم بالمجتمع العربي أو بشكل عام قد ما بيهتموا بموضوع مين مسك التليفون مين بعت اسم اس مين تجاوز مين مشي على اليمين كيف عفاف قطعة عن جد أنا هاي السنة أخذتك من مخالف يعني شو إذا نحكي بايش مش عم بيكون فيه إنفاذ وبعدنا عم نشوف هذا التزايد بأعداد العنف على الشوارع إذا نحكي على الشرطة وعلى الحكومة ضغطيكم معطيات أنا بحث أخير كان من سنة 2020 شو الحكومة عم تعمل بالنسبة لحوادث السر ما إنه عنا إحنا حوادث سر إشي وثلاثين ألف قتيل صار عندنا من منذ قيمة دولة ثلاثين ألف قتيل هي عدد أكبر من القتلى اللي ماتوا في حرب كل الحروبات اللي قامت فيها دولة إسرائيل ثلاثين ألف فلازم نعمل إشي بالألفين وخمس طاعش حطوا أهداف وخطط قالوا لازم نعمل على قليلها أقل من ثلاثمائة شخصي موت بالسنة مغدروسش لا ينفضوا الخطط ولا يقللوا النسبي بالألفين وسبعتاش قالوا إحنا بالأو اي سي دي نكون واحدة من خمس دول أقل حوادث في العالم كانوا نمرة خمسطاش بالألفين وعشرين للألفين وثلاثين إسا خطط حطتها سكاني مشلطان ميري ريجيف من ألفين وعشرين لألفين وثلاثين بدين نزلوا نسبة الحوادث بخمسين بالمئة وهذا إشي هامي كمان أنا بقول يعني السبب أنه لم يتم تحويل ميزانيات بمن ألفين وعشر وإطلاع بس بحطوا خطط بس ما بيمشوا عليها زي ما عمنا يسمع للأسف يعني بتأمل بس أطلع من هنا ما كنش حدا يستنين ببرا من الحكومة بدنا نخفف في الجرم والإجرام والعنف والعنف بس منسمع إحنا فيش حلول للأسف قرروا قبل سنتين ثلاثة أو أكثر شوي إنه نخفف عن طريق خطط أو طريقة النقاط لهي المخالفات من زمان بالزمنات كان الواحد يأخذ مخالفة ألف شيك اللي يدفعها ويكمل طريق ويعمل كمان مخالفة يدفع كمان ألف إذا ما عمنا صار كثير بهمش قالوا إحنا بنحط على كل مخالفة نقاط على سبيل المثال مخالفة حزام أمان عليها ست نقاط إذا مصطفى عمل مخالفتين حزام أمان 12 نقطة مصطفى بروح لإش اسمه دورة سياقة مانعة اللي بدورها هو بتوجه لعندي أنا وعند زملائي طبعا مش أنا لحل هي عن طريق وزارة المواصلات اللي هي دورة سياقة مانعة سياقة مانعة أو سياقة صحيحة لأنا بواعي أنا مش بس بجلده بقوله إدفاع أنا بواعي ليش أنا ممنوع أعمل مخالفة ليش المخالفة بتأدي لحادث هاي أول 12 نقطة إذا الصائق ما استفاد أو ما أثرت فيه أنا بوصل 24 نقطة بعمل دورتين على 36 نقطة بصير في سحب رخصة 75 نقطة بسحبوا لرخصة إلى الأبد وبوصل لوضع عنده 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 بسيخولوج أو أخصائي نفسي سياقة بقرر رجع للرخصة أو لا بس محامينا شاطرين وبرجعوا لنا الرخصة وبسوء وبعملوا طيب يعني الموضوع يطول بس إحنا كمان وقتنا محدود أستاذي فبالتالي أنا بدي منك نصيحة لكل السائقين الشباب بالأساس الجيل الصغير اللي فعليا ما تعلم بالضرورة يحترم الطريق بالنسبة لنا الشارع شارع أبونا إذا بنوضوه الغماز والحياة حلوة بنظرهن ولكنها مميتي صحيحة كيف تتواصل مع هذا الجيل وشو بهمك تقول له عبر كاميرتنا أنا بحب أقول له هذا الجيل اللي هو اليوم صف عشر بغضي يأخده رخصة يعني دولة إسرائيل بدأ ما ترفع جيل تزعلوش مني بدأ ما ترفع جيل السياقة لوحده عشرين أو عشرين لأنه هو أوعى نزلت لستعاش وتسعة شهر جديد فهو صف عشر بهذا الجيل أنت غير واعي كفاية أنت فيش انك الخبرة الكافية بدأ أقول له إشي واحد لما أنت بتطلع من البيت خلف المقوض في حدا بالبيت عم بيستنك حدا بيحبك بالبيت عم بيستنك أن أنت بس تطلع من البيت تروح يحبنك اللي هي أمك أو أبوك مش يسمع خبر لا سمح الله بهدعاء أو برسالة أو بتلفون الله يرحم أوهو بالمستشفى تعالي خدوه قصة صغيرة بعشر ثواني أبحكالي عن أم شو بيصير في ابنها اللي توفى عمره 15 سنة في عدة طرق في نشر لمدة سبع سنوات بعد سبع سنوات التقط فيه لمدة سبع سنوات الأم كل يوم السيعة 7 الصبح بتفوت على الخزاني بتشم ريحة أواعي ابنها خسرته بحد الثرخ لم يكن السبب هو بالحادث بس خسرته كل يوم بالليل كمان بتشم ريحة فأنا صح يعني الألم اللي بيكون لعيلتك ولمو يجتمعك هو ألم كده صعب نوصف اتعاملوا بمسؤولية مع ثقافة أسياق نتبهوا على حالكم نتأمل أنه كل هايك النصائح القيم اللي قدمتها أمير توصل لكل السائقات والسائقين وبالذات الجدد والشبان والشبات شكراً إلك أمير أندراوس المرشح والمحاضر بموضوع التقليل ايكم مصطفى جوركام يا تك العافية اذا تحدثنا في الفقرة الأولى عن القيم اللي ممكن زرعها في نفوس طلابنا وأطفالنا أيضاً لمحاربة قفة العنف الموجودة بشكل بارس في مجتمعنا من سنوات يا عفا وطبعاً هذا مهم جداً مصطفى وخلينا ما ننسى أنه يعني خلال الفترة الأخيرة ومع تصاعد وطيرة العنف والجرائم في مجتمعنا أيضاً كان فيه من المصابين أطفال، فتي، شبان والأعمار الشاب ويمكن كثير مهم كمان نتحدث عن الجانب النفسي وهاي العلاقة أو دعنا نقول تأثير العنف على هاي الشرائح من الجانب النفسي بدون شك هو رح يكون تأثير للمدى القريب ولكن أيضاً للمدى البعيد بدون أن نشك ومعنا حالياً في الستوديو دكتور أمجد موسى أخصائي نفسي مختص بعلاج الصدمات مسائل خير دكتور يعني مبدئياً حتى نفوت في الحوار بشكل جيد ومفهوم لللي بتابعونا كمان كيف منعرف الصدمة بشكل أولي؟ الصدمة النفسية تعرف على إنها هي اتراف ردود الفعل اللي بتصير عند الإنسان بعد حدوث حدث صادم الحدث هذا كان في البداية يتم إنه فيه حدث اللي بيشكل خطر على حياة الإنسان اليوم بيكفي حتى الإنسان ما يكون هو الإشي اللي بمرء الخطر إنما هو يكون بس شاهد عيان يعني هو يشوف الخطر بيصير للآخرين مثل في حالات حروب والأزمات بيكونوا ضحايا صدمة ضحايا صدمة بالحروبات ضحايا صدمة مثلاً اليوم بحوادث العنف اللي عم بتصير في المجتمعنا العربي إنه بيكفي شخص اللي مش يكون موجه لإله السلاح ممكن هو شاهد عيان عم بيشوف واحد عم بوجه السلاح على واحد آخر هو كمان يمرء في اتراب ردود الفعل اللي يتعرف على إنها صدمة نفسية هذا الاتراب بس عشان أوضحه بحاجة لفترة زمنية يعني الإنسان لما يشوفه كإشي قدامه طبيعي إنه ردد فعله تكون فيها كل المشاعر اللي فيها خوف وقلق وحتى سير رجل بجسمه وأفكاره تتشوش وكل هذه الأمور طبيعية تتير بس إذا بتستمر على المحور الزمني وهنا منقول المحور الزمني كتير مهم ستمثير نحكي على اتراب صدمة نفسه فالمحور الزمني مهم جداً في التعريف هون بس مش مرتبط يعني بالمرحلة العمرية الوضع الاجتماعي تبع الشخص يعني الطفل ممكن يأخذ وقت أطول باستيعاب الصدمة من بالغ اللي ممكن يكون مدرك إنه هاتشيء صار وخلص أكيد مية في المية فيه فروقات بتكون بالعمر فروقات حتى بالفقافة تحت الشخص نفسه فمنلاقي فيه مجموعات أكثر ممكن تصاب بالصدمة النفسية بس لما سير الصدمة النفسية عند الإنسان هي بتسير عنده بطل بطل إشي يتعلق في عمره يعني ممكن نلاقي شخص العمره 30 سنة اللي هو مدرك شو عم بيسير بس صارت الإشي في داخله صارت عنده ردود الفعل هذه مبينة أو مخفية لإتراب في ردود الفعل فيصير هو يعرف كصدمة نفسية طفل بالمقابل اللي ممكن يشوف نفس الشغلات بس ما يصير عنده هذه الصدمة ما يصير عنده هذا الإتراب المسميه إتراب مع بعض الصدمة يعني فيه فروقات دعم فيه فروقات فردية والإشي بتعلق أكثر إشي بالحصانة الفردية تحت الشخص دكتور لما عم نحكي على الصدمة النفسية نحكي شوي عن درجاتها بدون أدنى شك يعني الموضوع مش موحد للجميع وكمان الشق الثاني من سؤالي إذا منحكي عن موضوع الأطفال بشكل خاص شو ممكن تكون ردود الفعل اللي عم تحكيها يعني هي على المستوى الجسدي أم أيضا الجسدي والنفسي كثير مهم نوضح النقطة الأساسية إنه الإتراب مع بعض الصدمة هو بيكون فيه ثلاث متغيرات أساسية في البداية أشرحهم بشكل واسع وبيختصرهم للأطفال النقطة الأولى هي إنه الإنسان بيكون فيه عنده إشي اللي بنسميه إنه امتناعاً للقيام بأعمال معين تجنب بيصير يتجنب يعمل أشياء معين بالإضافة لهيك بيصير فيه عنده في جسمه زي حالة بنسميها هيكي إنه بيصير هيكي متأهب بديه جسمه عم بيروت كإنه الإشي صار إسه معه يعني منصير إنه نشوف إنه الإنسان هذا دقت قلبه عم بتزيد عرقه عم بيزيد مع إنه الحدث صار عليه فترة طويلة بس هو الإشي عم بيصير معه إسه بالإضافة لهيك بيصير فيه عنده كمان إنه يمتنع عن تصرفات وسلوكيات معينة يعني كان يروح على المحل فلاني بطل يروح عليه لإنه هناك صار مع الحدث وبيمتنع إنه يصل للحدث وكمان حتى في مرحلة معينة بيصير يمتنع عن القيام في الأعمال هذه في الوقت اللي صار فيه الحدث لإمتناع الزمني أو الإمتناع عن المكان الوصول للمكان بالإضافة للتجنب وردة الفعل الجسمية هذه كلها ظواهر اللي هي بتفوت في تعريف الصدمة النفسية عند الأطفال بشكل خاص منشوف كل هذه المتغيرات ممكن يكون متشابكة مع بعضها ومخربطة بنفس الوقت يعني الولد بقدرش بشكل واضح يقول لك والله أنا مش عم بقدر أروح على المحل فلاني بس هو ممكن يقول بشكل ثاني إنه أنا بصير جسمي غير شكل لما بصل لهذا المحل أو بقرب عليه فهو ما بقدر يحكي كلمة تجنب وإمتناع هو بيقول بجسمه أو بيحكي بردة فعل جسمية أو شعورية بالضبط هذه النقطة بالإضافة له هيك إذا بدي أجي أحكي عن الأطفال بشكل خاص الأطفال اليوم حتى العلاج وحتى طرق العلاج هي أكثر ملائمة للأطفال يعني سألني الأخ مصطفى بالضبط أنه الفرقات اللي بتصير بالأجيال طبعا العلاج فيه فرق بالأجيال يعني أنا ما بدي عالج طفل بالصدمة نفسية مش زي ما بدي عالج بالغ ممكن البالغ أعتمد على قدرات فكرية وعقلية بينما الطفل بحاجة أنه أصل معاه للألعاب الحرقية أنه أعمل معاه لعبة معينة عشان أخلي يقدر يتغلب على الصدمة اللي موجودة في داخله فالعلاج نفسه كمان يختلف حتى بالأجيال ويكون فيه عندي فرقات واضحة حتى مش بس بالأجيال حتى بقدرش الإنسان عنده القدرة أنه يفهم عليه شو بدي أحكي وكيف ممكن أعطيه للعلاج والطرق للعلاج مبدئيا فيه شيء من يعني اللي بقوله صح إذا بقول لك هذا الوقت مش مناسب لعلاج الصدمة معينة عند شخص يعني هل فيه وقت مناسب لعلاج الصدمة ووقت لا خليه بالأول يستوعب إذا بدي أعالج الصدمة نفسية للإشي الأساسي اللي بحكي عليه هو المحور الزمني يعني شخص مثلا إستشاف عملية قتله بقوله اللي بدنا نجيبه لعندك العلاج بقوله نعم يستنوا شوي عليه مهو فهونا ما بقدر دغري أخذه لعلاج لأنه ممكن تكون ردة فاعل طبيعية يعني الإنسان هذا اللي عنده ردة الفاعل اللي هي التجنب أو الامتناع أو الاتراب الجسمي كل هذه بتنشوفها حتى عند شخص اللي ممكن تقسس مرأ الإشي بس هذا الإشي ممكن تكون طبيعي أعتي شوية وقت ولحاله بهدى لحاله برجع للحياة الطبيعية بالذات إذا هو موجود في قلب مجموعات داعمة أو موجود في مجموعات حتى نقول متدينة اللي بتساعده حتى من ناحية دينية بدي أذكر هنا بحث نعمل على أطفال غزة الباحث ثابت بسنة 2016 عمل بحث كبير على أطفال غزة ووجد أنه نسبة الأطفال اللي عندهم صدمة نفسية تراوحت لتسعة وثلاثين في المئة ووجد أنه واحدة من بين أهم طرق العلاجية اللي ممكن تساعد الأطفال هي مجموعة داعمة يعني حبولة 80% من اللي بعانوا من صدمة نفسية يكون في مجموعة داعمة يدعموهن بساعدهن في التعامل مع الصدمة نفسية اليوم أنا بسنتي الواحد وعشرين عملت بحث لفحصت فيه معطيات عن الصدمة النفسية عند الأطفال في داخل فلسطينية الداخل وعند الأطفال في غزة وعند الأطفال كمان في منطقة القدس والضفة ووجد فرقات كثير كبيرة والمعطة المقلك أنه 66% من الأطفال الفلسطينية بشكل عام بعانوا من صدمة نفسية لما باجي بحكي معطة 66% هذا مش زي كيف معطة 39% هذا معطة كثير مقلك يعني من كل ثلاثة الأولاد عندي ولدين بعانوا من اتراب صدمة نفسية هنا أنا بس بدي أوضح نقطة كثير مهمة أنه رجعت طيب شو ممكن يساعد هل بيكفي بس مجموعات دعمة هل بيكفي أن أجي أتوجه لشغلات دينية وساعدين فيها الإشي طبعا لا بحاجة هاي وبحاجة هاي وبحاجة كمان لطرق علاجية مختلفة عن طريق مختصين بلي يساعدوا في الإلاج دكتور 66% لا شك مش كل هنشافوا جريمة خاطر عم بتصير قدامين لا شك إنه في صدمات عنيفة كانت من داخل البيت حوادث طرق ممكن فقطنا الأخري كمان راحنا يكيب في بعض الأحيان عنف أسري يعني كمان هذا شق ممكن يكون موجود لكن هل ممكن يشكل صدمي يعني أمي اللي متعود عليها إذا بيوم أجت عنافتني صيحت علي ممكن تشكل صدمي في فرق إذا أمك بشكل عام عنفتك بشكل إنه سيحة عليك أو أبا خاتك هاي ممكن تصير وممكن ضربتك كاف معني أنا ما بعطي شرعية ممكن تصير ممكن ما توصل لصدمي بس إذا أنت شفت إنه أبوك عم بيعنف أمك بشكل جدا صعب وعم بحاول يقتلها وبدي يذبحها طبيعي إنه ممكن أنت تتطور الحالة عندك لحالة صدمة نفسية وهون يصير فيه اتراب ما بعد صدمة نفسية النقطة اللي أثرتها كثير مهمة على إنه بالضبط إيش بيصير مع الأطفال شو اللي بيصير معهم ثمانين في المئة من الأطفال عانوا من صدمة نفسية بسبب مشاهدة مناظر مشبوهة في قلب التلفزيون والإنترنت يعني بالضبط النقطة اللي كثير مثيرة هون والكثير صعبة وبقول للأهل انتبهوا لها كثير إنه الصدمة النفسية ما صارتش بسبب إنه والله إطلاق صفرات الإنذار أو إطلاق صواريخ من غزة أو إطلاق صواريخ على غزة مش هيك صارت الصدمة الصدمة صارت بسبب إنه الولد من غير ما يكون فيه مراقبة شاف مقاطع في الإنترنت اللي هي لجثث مشوهة الجثث مشوهة في البحث أعطت ثمانين في المئة كمتغير متنبئ للصدمة نفسية هذا معتك كثير مقلك وهذا اللي لازم يكون عن جد هل قد إيه له انتباهتك بدكتور لما عم نحكي اليوم على إنتجات ومسلسلاتك وكنا قبل الحلقة عم ندردش أنا ومصطفى ومنقول أو من تساءل وحبي النس مع وجهة نظرك المهنية شو اللي بشبنا بكافة الفئات العمرية يعني هل هو فضول نحكي على مستمسلات وإنتجات عن جد إحنا حضرناها هي لعبة الحبار اللي هو الإنتج الأخير لنتفلكس الأعلى مشاهد كاسا دي باكيل كل إيش فيه دماء حانيف جدا حرب نفسية طاحنة ولكن الناس عم بتتابعوا باهتمامه بشغف بالك الأكثر مشاهدة حول العالم أحيي نقطة هون المهمة أنا في البحث التابعي في حاسة الأطفال في الأطفال كانت النسبة هي الكثير عالية هي عندي اللي بيشوفوا هاي المناظر الصعبة في فرق بين طفل وبين بالغ لما أنا كبالغ بحضر إشي بالنتفلكس وبشوف بالظبط أنه فيه جثة ممكن مخي يقدر يستوي بهذه بس التمثيل بس طفل اللي عمره 9 سنين ولا 10 سنين ولا 12 سنين بيشوف هذا الإشي السعب عليه يحول إنه هذا بس تمثيل ففي إمكانيس يتطلع له زي كوابيس بالليل ويبقل يقدر ينام وهون بسي نحكي على اضطراب كمان ما بعد الصدمة فعشان هيك مهم جدا ننتبه إنه للي صغار لما بد أجي أحكي عن المتغيرات اللي بتخلينا أتنبأ شو صدمة نفسية واحد من بيناتها هي مشاهدة مناظر غير طبيعية للبالغين لا البالغين بقدر أتنبأ حسب الأبحاث تبعتي في عندي متغير للتنبؤ اللي أنا بسميه اللي أنا بقدر من خلاله إذا بتقول لي قدت متغيرات بقول لك هذال بوصله صدمي واحد من بيناتها إيش هو هذا المتغير؟ متغير اللي هو للكبار بحكي إسا إنه هو فعلا يشوف جثث قدامه أو يشوف حوادث أليمي قدامه فهونا بكون هذا المتغير إذا أنا بشوف بأعيو بعيني يختلف عن وضعه إنه بشوف بس بالتلفاز بالرغم من هيك حتى سألت سؤال كثير حلو إنه شو اللي بشدنا في عنا إحنا إحنا كناس طبيعيين في عنا إشي منسميه منسميه باللغة العبرية سافرقوش أولا هو إنه قداش أنا بقدر أثيره لهذا الإنسان الإثارة تبعته تبلش من خلالي نقول في نقطة معينة عشان المرة جاي أثيره بحاجة أرفحها يعني بالأول كان بكفي إنه أعمل مقطع أو منظر اللي فيها واحد مثلاً بيعمل هيكي بنائز واحد فأثير الإنسان اللي بشوف المنظر بينما عشاني أوصل المرحلة جاي بحاجة إنه بذر مكفي ترفع التراكم المرحلة اللي الباعدة بزبط يكون فيها عمليات زي وجبات المخدرة بالضبط هيك بصير يعني اليوم مثلاً أجيب بس مثال هيكي لما أنا باجي بقول والله إنه فيه واحد طخ واحد شوف مجتمعنا بتطلع عليها كأنه إشي عادي لأنه صارت مرأة كثير وبالعنوين بالعنوين ستمرأ عادي بينما إذا بقول فيه واحد تخطفل بتوقف عليها شوي عندها بس للأسف إذا بيظل الوضع هيك ممكن لما نصير نقول واحد تخطفل كمان نمرأ عليها العادي يعني مقلق اللي بتقوله فعلياً إذا بنا نحكي عن طول وسمات سيرورة العلاج يعني هل فيه معدل معين يمكن القوله أنه هل قد بدك تتجاوز صدمة نفسية أنا المظبوط بشتغل في العلاج الصدمات النفسية فترات جداً طويلة من السنوات بالفترة الأخيرة عم بشتل حتى مع عائلات الثكلة وعم بشوف قديش الصدمة النفسية مركبة العلاج مش قصيرة والعلاج مش بسيط والعلاج كثير متعب وطويل بشكل عام بشكل عام المعدل للجلسات العلاجية هو أقل شي عم بأخذ عشرين جلسة عشرين جلسة حوالي عبارة عن خمسة شهر بين خمسة شهر إلى ستة شهر مرحلة العلاج وهذه ممكن عن جد تكون من أنواع العلاج القصيرة في أنواع علاج اللي بلشت فيها قبل ستين وبعدها مستمرة بالذات يعني مسموح لإلي أحكيها اللي فقطت أطفالها وزوجها في حادثة عنف جداً صعبي فجلسات علاج طويلة لفترات طويلة وبعدها لليوم عندي في العيادة في مرحلة اللي بنقدر نقول أنها عم تستوعب الحدث فتخيل سنوات على أني عم بستوعب الحدث حجم الحدث وكل موضوع الفقدان جداً صعب الإنسان يتعود ويتكيف معه دكتور بدي أسألك على موضوع انعدام شعور الأمن والأمان للطفل يعني بفكر هذا الشيء وإحساس مرتبط بشكل مباشر بوتيرة الأحداث والعنف والجرائم اللي كل بلد عربي وكل حارة تقريباً عم بتعيش بين الحين والآخر كيف بأثر على الطفل هذا الشيء؟ يعني بفكر أنه هذا من أهم الاحتياجات بالنسبة للأطفال بجيل الصغير أهم احتياج أهم احتياج يعني بتسأليني السؤال شو أطفالنا بدهن؟ الأمل طب لما ونعدم شو بيصير؟ يعني أنا بس بدي أعطي بس مثال عشان أخلي الإنسان اللي بيسمعني يفهم عن شو أطفال يعني ما بنفعش نشتر مع أولادنا ولا نعطيهن أكل ولا نعطيهن شراب ولا نبسين لما الولد حاسس إنه بدي موت أو حاسس إنه بدي فقد حياته أو قلق أو قلق بكفيني كلمة قلق هو يعني كل الشغلات بتكون ثانوية بالنسبة لإله حتى ممكن التعطيق أحسن نوع أكل بالنسبة له ثانوي بأول إش أعطيني أمان يعني إحنا عادين نسى بالستوديو مع بعض الإش الأساسي بدنا يعطيه أمان يعني إحنا أنا حاسس إنه مش رح يصيرش علي إنما نفرض إنه أنا حاسس إنه ممكن يصيرش علي بقدرش رحكي ولا إشي وحتى الشغلات الثانية بتكون إلا إلي ثانوية فالإش الأولاني هو الأمان عشان كأنا بقول للأهل أهم شيء أهم شيء نبث الأمان لأولادنا بدي بس أعطي معطيات اللي كثير مقلقة عن بث الأمان 70% من الأطفال بشعروا في عدم أمان بالفترة الأخيرة أنا بحكي للفترة الأخيرة البحث تبعي بشهر 9 لـ 2021 دكتور عم نحكي على البلاد عم نحكي على البلاد فترة الأخيرة يعني سينة سنتين بزبط يعني عندي 70% بيحكوا إنه إيش نشعرش بالأمان 70% هذا كثير مقلق فاجأك هذا المواطن نظراً لكل شيء عم نعيشه لا نظراً لكل شيء عم نعيشه لا بس يعني لما في فرق لما أنا بشوف مثلاً وبكون فيندي شعور داخلي وبروح بعمل بحث والبحث بأكد شعور الداخلي بيصير المعطى مشكلة هي بتصير صدمة يعني أنا بالبداية لما باجي بثلاً والله بسمع إنه الناس بقولوا والله مش حاسيني بأمان باجي بعمل بحث أنا بين الناس بلاقي إنه والله 70-80% من الناس بقولوا أنجد إحنا مش حاسين بأمان معطى مقلق لما 70% من الأطفال بقولوا إحنا مش حاسين بأمان معناها أنا بقول لأهل في المرحلة قولوا هات أنها تلأمان لأولادنا في جمل إحنا هم نحكيها لأولادنا من غير ما نشعر يتأثر عنين سلباً كيف أنا كأب بغدر أعطي أمان لأبني وأنا مش حاسس فيه شعور بالأمان يعني بالنهاية إذا فيه إطلاق نار برية البيت وهذا إشي بيصير بشكل مستمر في كتير من البلدات العربية اللي تعودنا على صوت الطخ هذا بقولوا هاي جمل بتنحكي إذا ابني خاف منها أنا شو بقدر أعمله أنا أعطيه شرعية للخوف شرعية للخوف أنا بعطيه بس أنا أقول له جمل أنه والله يا يابا أنت بطلت استرجع تطلع بره أو بطلت أأمن أو أديك على المخبز لو حد البيت أو أقول له ابني بتعرف شو أنت إسه بهذا الوقت منه تطلع بره أو تطلع على البراندة فيه جمل لما أنا بحكيها للولد الولد بأخذها ببالغ فيها يعني اللي بميز الأطفال عن البالغين في الصدمات هي ردود الفعل المبالغ فيها يعني خذ مثلا مثال جداً بسيط اليوم أنا باجي بقول لك واو عم بتخه بره أنت سمعت مني كلمة واو عم بتخه بره بس طفل صغير عمره سبعة سنين ثمان سنين سمع الواو ووات سمع يعني إشي كثير كبير أخذوا بالغ فيه بطل بس بديو يحكيه بتصرف فيه كيف بتصرف فيه ببطل يسترجع يفتح الشباك ببطل يسترجع يقرب على عند الباب وبصير يفرج الأهل قدشه متذايق من إيش من كلمة الواو اللي حكاها بالأول أبو فعشانك أنا بقول للأهل انتبهوا للكلمات اللي بتحكوها قدام أولادكم انتبهوا شو الكلمات اللي بتطلع منكم يعني لما أنا بصير أبث كلمات إن أعطي شرعية للخوف إشي وإن أعطي وأثبت شعور عدم الأمان إشي ثاني اللي عم بصير في بيوتنا هي تثبيت العدم الأمان يعني فيه كثير أهالي عم بيحكوا قدامي أولادهم وأنا بفهمني وأنا كمان كأب وكمان زوج أنا بفهم إنه فيه أنجد اللي بيحكوا على إنه بطل أمان هنا بفهمها وأنا كمان شخصي بحس مرات في عدم الأمان لما بسمع أصوات أطلق نار بس بالمقابل أنا بقول شي جدا بسيط أنتبه للكلمات اللي بحكيها قدام أولادي لما أنا بقول إنه هاي البلاد بطلين عاش فيها وفيش إلي غير ما أسافر برا وفيش ما إلي غير بس إني أرحل وفيش ما إلي غير هاي الكلمات ابني اللي قاعد حدي وبيسمعني رح يبالغ بهذه الأمور يكون عنده رضوط فعل أصعب عشان إيك أنا بقول للأهل في المرحلة إيهولة ننتبه بس فيمكان ينعملها بشكل ثاني حتى لو أنت بدك تسافر بريت البلاد وإنه بريت البلاد أحلى وبريت البلاد أأمن إنك تحكيها بشكل آخر تقول والله الواحد حابب أغير جو حابب أطلع أنا وأشوف بلاد هي أكتر خضار أو أكتر راحة نفسية فيها زي ابني بيصير يتطلع مش على بلادنا أنه هي الأمان بيصير يتطلع على بلاد هناك أحد الدكتور اليوم يعني حتل كتير من نسمع عن أولياء الأمور اللي بقول ونفس الفكرة اللي مصطفى حكاها أنا ما بقدر أحطوه كأنه حاجز أمام كل العوامل اللي ممكن أنه تعرض ابني لصدمة نفسية وأبسط مثال نشرة الأخبار فاتحين بالبيت نشرة الأخبار حوادث طرق اعتداءات اعتداءات على خلفية عنصرية تعنيف في الحضنات كل التفاصيل لحضرتك بتعريفها شو بقدر أعمل عشان أقلل من حدة هذا الشعور وكأنه نصائح عملية أكثر نسمع مننا هتأعطي أكمل نصائحة عملية اللي فيها عن جد اللي ممكن للأهل يستفيدوا منها لما أنا بحضر أخبار مع أولادي وبشوف مثلا مقطع اللي هو عن جد ممكن يمسهم حاضنة عم تضرب أطفال إذا أنا بقول واو أو يا ويلي وتمتلك ابني بعد يومين بدي سير باولا حاله ما أبالغش يعني ما أبالغش إذا أنا بشوف الأشي النقطة الأولى بقول ما أبالغش النقطة الثانية أشركين في الأشي أقول لهم مني شايفين والغلط اللي بدي أعمل إذا بدي أغير المحطة غلط كمان مش كثير مناسب لأن أنا بأهرب مش عم بأواجه وشافوا هني وساعتهون دي ظل بالمخيل اللي تبعته بدي يكمل العلاج لحاله وهذا الإشي خطر لأنه ممكن بالخيال تبعه يكون الإشي أصعب كوابيس أصعب أنا بقول لهم بشركن شو رأيكو يا با إيش أنتو بتقولوا بقلب الحكي للعيلة عن إيش بيصير مع الحاضنة وخليني يقولوا رأيهم بالحاضنة يقولوا أن هذا الإشي مش مناسب يقولوا أن الحاضنة عم تعمل إشي غلط ومش لازم تضرب الأطفال ومش لازم تضرب الأطفال والولد بيقدر يستعبر عن رأيه وكثير مرات الولاد بيستنوا حتى يصيروا يحضروا نشرات الأخبار مع أهليهن لأنه الأهل بيشركوهن في هاي المعطيات وبيشركوهن بهذه الشغلات وهنا مهم جداً كمان ننتبه للفئة العمرية يعني بنفعش ولد عمره سنتين أجبره أنه يحضر شو عم بيعملوا بطفل عمره سنتين بينما الطفل عمره 11 سنة ولا 12 سنة وحابب يشوف نشرة أخبارية مع أهله أنه الأهل يشركوه ويكون شراكة أنه شو رأيك يا بابا شو بتحكي أنت شو بتقول عن الحاضنة هذه ساعتها بتكون أكتر أنه هي بتقدر يتواجه هذا الحدث وتحكيه وهون هاي نقطة ثانية نقطة ثالثة اللي أنا بدأ أقولها اللي عن جد بتكون كمان أداء للمساعدة كيف حسيتي كيف شعرت لما شفت هذا الإشي والله أنا كثير الضيقت على هذا الطفل وخلي الطفل يسمع كمان أمه وأبو ولا أنا كمان متضايق ولا والواحد بحط أغلى ما يملك في الحضانة وبالآخر يضرب ليه مين إلى حق تضرب طفل اليوم محطوط في الحضانة أنا شخصيا بحكي قدام الطفل بقول مفيش لاحق وأنا كثير متضايق أن هذا الولد يضرب والإشي الأخير اللي بحكي قدام الأولاد هو الأمان إحنا بنبعثكم على أكثر محل آمن فمفروض يكون آمن هذا المحل ما بصير فيه يضرب ببطل فيه آمن بس الهون المهم جدا أنه إذا بيصير حتى بقلي بالشغلات بتصير معكم في المدرسة إيش ممكن نعمل إيش ممكن نساوي كيف يمكن أن تحكو لنا كيف يمكن أن نكون إحنا شراكي مع بعض نواجه الحدث وهنا بحكي على مصطلح كثير عن بدخله إسه في أبحاثي ومصطلح الموروني قدش أنا بقدر أحكي عن الحدث ويظل عندي الخصانة مش إذا بحكي عن الحدث أفقد خصانتي ويبطر في عندي المقدرة على المواجهة فأنا بحكي عن الحدث ويظل عندي الحصانة ويظل في عندي المواجهة للحدث نفسه كثير مهم كل المحاور اللي ذكرتها دكتور أمجد موسى نتأمل أنه تكون وصلت كمان لكل المتابعين والمتابعات ووصلت الرسائل اللي بهمك توصلها شكرا للكم لا شك عفاف أنه كلمة السر يمكن تكون في هذه الحلقة أو حتى في حياتنا عموما هي الأمان طبعا الأمان جدا مهم ومثل ما قال دكتور أمجد يمكن هذا الاحتياج الأهم بالذات إذا عم نحكي على الأطفال فكثير مهم كنحافظ عليه على أمل أنه الجميع يبقوا أمينين إحنا لهون نوصل لختام حلقة هذا الأسبوع من الباب على الباب بتأمل حملنا لكم الفائد والمتعة أيضا منلتقي الأسبوع الجاي والجاي مع مجموعة جديدة من القضايا والمواطئة إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة